ايه موصفات راجل الفار؟ لابده من انت يكون يجيد تحليل الصورة واختيار الكدر الذي يوضح للحكم الخطأ من عدم هل اللقطات اللي هم يشوفها دي خطأ من الفار ولا من المخرج ولا من الحكم ما بيشوفهش صح؟ ماهو خلي بالك في الملعب الحكم ما يشوفش ممكن زاويته ما يشوفش مين اللي يراجعوا يشوفله؟ الفار لو لقى ان الحكم ما شفش واحتسب رجل الجزاء غير صحيح الفار بيشيك عليها تبقى للقانون تبقى للبروتوكول بيشيك عليها ويشوفها صح ولا مصصح؟ لا مصصح هينديله لازم لما ينديله لازم يكون يوريله المستند اللي يبين عدم صحة قرار الحكم طب انت مع اللي احنا نتعاقد مع رؤساء لجان حكام اجانب ولا انت شاف المصري يحل عنهم بكتير؟ يعني طبعا يعني المصري هو الحق الاصيل للتحكم نعم الفار امتى نشوف الفار زي وزي الدوري الانجليزي صح؟ لا انت تقول ممكن زي الدوري الايطالي ماشي الدوري الانجليزي ده التوب بتاع العالم اه يعني انا اقولك حاجة من ضمن الاحصائيات اللي تعرفها ركب المصطفى ان ايطاليا التحكم عندها اعلى اعلى بلد اش ماعنى ايطاليا بزيزي ايه يعني عندهم البلد اللي تليهم في الامريكاتين بقى اللي هي تعتبر دائما زخرة بالتحكم المكسيك المكسيك انا بكلامك من خلالت شغلي بقى العالم ده كله قم معايا بقى اه اه اش ماعنى بتميزه ليه كده المكسيك خلي بالك لو رجعت عندهم العدل جامد ما انا هقولك لو رجعت المكسيك من اول كاس عالم لحد الكاس العالم اللي احنا فيه ده اللي هيجي بيشاركوا فيه بيشاركوا فيه حكام ودائما الحكام متميزين بقى كما افراغة ليهم لا هم حكام عندهم تحكيم وبيشتغلوا تحكيم صحة جدا في التطوير طب هي مضلعة من احنا نشتغل زي الناس دي لا بس جيبي الادواء انت قلتلي اديني الادواء يعني انا ماسك انا اقولك التحكيم بحتاج ايه محتاجه محتاجه محتاج جيب مش هيجيبه التحكيم محتاج ان انت ازاي اول حاجة يا كابتن مصطفى ازاي تعمل كوادر تحكيمية يعني ايه كوادر تحكيمية يعني ازاي تعمل مقيم للحكام تعمل محاضر للحكام ده اهم حاجتيني تاني حاجة بقى ازاي انا ليه قلت المقيم والمحاضر عارف المقيم والمحاضر ده اللي هو المرأب بتاع الحكام عارف الدول ايه بالنسبة للحكام الماء والهواء ليه لان ده بيعلمه والتاني بروح يشوفه في الملعب يقيمه ازاي دول المكانوش طلعين صح وموظبطين من هيقوله والحكام محتاج من يبصره من يخليه يقوله بلاش دي خليك في دي ازاي النهاردة دول لازم يكونوا صح تاني حاجة لابد من اعدال التحكيم على المستويات عندنا مستوي بلعب دور الممتاز دلوقتي مين اللي تحتو مين البروموسينج اللي جايين لازم تعمل اعدادات وتشتغل على دول ببرامج وعلى دول ببرامج وعلى دول ببرامج ده بيحصل المسألة المسألة مش سهلة ده بيحصل مش هيقمن عشان كده بقولك لما تيجي تقول امسك التحكيم اقول كده مش هيوفقولي لان ده عايز بص يا كابت المصطفى في بلد من البلاد كلمتني وقالت عايزين تطور التحكيم وانا وكنت في الفيفا فسألوني مش عارف نعمل ايه وقلتنوا انا يهمني دلوقتي امكانياتكو ايه الباجت عندك ايه اللي عملوا الحكام قالي ليه قلتلوا ان انت عشان اعمل لك واقولوا عايز اعمل كورسات وكذا 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 كل دي فلوس ربعا وانت عمش هتقدر تعمل الفلوس دي يبقى مش عمل حاجة فهي المسألة محتاجة ان احنا ازاي يبقى في باجت للحكام محطوط وعلى ضوء نعمل يعني زي ما تيجي تقول هنفصل عليه المصريين شطريين نعم يفصلوا عليه ويعملوا ما عايزوا